أهلا وسهلا بكم أصدقائي بحاجدة و معكم بارب وقرب حيث اليوم هنحكي عن خمس إضافات لجوجل كروم يعني إذا ما عم تستخدم شي منها فعالأغلب على الأغلب أكيد في واحدة منهم هتعجبك و هتنزلها و هتستخدمها فورا بذلك تأكد أنك تابع الفيديو للأخير كلمان تشوف إضافات كاملة بداية شكرا كبير لكل أشخاص اللي عم تتابع القناة وكل أشخاص اللي عم تدعم القناة دعمكم من القناة والكومنتات تبعكم والشير واللايك هي اللي عم يخلي القناة تستمر هو اللي عم يخليك جوجل يطلع الفيديوهات أكتر بنتائج البحث أو اليوتيوب فعليا كل ما بتعملوا لايك وشير تحت كل ما اليوتيوب بخلينا نقول بيوصل الفيديوهات لعدد أكبر فإذا عم ترى الفيديوهات المفيدة أكد أنك تعمل كومنت تحت شو الفيديوهات اللي حابب تشوفها ولايك وشير جوجل كروم واحد من المتصفحات يعني هي اللي تقريبا ما في جهاز إلا بيستخدمها بعض العلم بتفضل الفيرفوكس ألا شخصيا بستخدم كل ثلاث منصفحات الجوجل كروم والفيرفوكس والإدج إضافات اللي حنحكي عنها اليوم ميزتها أنه بعد تحديث الأخير للإدج مو بس على جوجل كروم تشتغل كمان تشتغل على الإدج فلو أنت من الأشخاص اللي عم تستخدم الإدج واللي إذا أخذ فكرة سيئة عنه وضعت حسن كتير تأكد كمان أنك تشوف فيديو على خير ممكن تستعملها كمان عندك الإدج وخير نبلش بالإضافة أولا وبداية قبل ما نبلش بالإكستنشن الأول إذا ما تعرف كيف بدك تضيف إكستنشن على الجوجل كروم لح اترك رابط بأسفل بصندوق الوصف في بقلبه اللينك اللي لازم تروح عليه تفتحه بالإكستنشن نفسه بيعرض لك كم مجموعة مخيفة وهائلة جدا من الإكستنشن اللي ممكن تنزلها فاستخدام هذا الرابط واللي حترك كمان فيه روابط بصندوق الوصف لكل الإكستنشنات اللي حنحكي عنا اليوم بإذن الله تعالى وبداية مع الإكستنشن الأول يلي هو Grammarly Grammarly واحد من أفضل الإكستنشنات صراحة يلي بتساعد جدا في حال أنت عم تكتب بلغة الإنجليزية مو بس لتصحح الأخطاء الإملائية لأ حتى لحتى تعطيك اقتراحات أفضل للشي اللي أنت عم تكتبه فعلى سبيل المثال لو أنا هون جاي عم بكتب لاحظ ضغري فوراً أعطاني هون هذا الخط مو هي أنه خطأ وإنما أنه اللي لازم تنكتب فيه هي بهالشكل هاد هو بيعتقد حتى لو بيعطيك حتى لو حط لو بحط كلمات خطأ ممكن لا بتطلع أصلاً هي كلمة فحتى هون قال لي أنه هاي كلمة هي مو موجودة بالقاموس وبالتالي ممكن أنك تستخدم كلمة أن بدالها وبالتالي هذا بساعد جداً خصوصي لو أنت بتطر تعمل تتواصل مع أشخاص باللغة الإنجليزية وإنجليزية خلينا نقول ما هي الإنجليزية الممتازة وحتى لو إنجليزية ذات ممتازة بيعطيك كثير اقتراحات لأنه كيف تخلي الجمل فرندلي أكتر لما تنبعد بطريقة خلينا نقول نوعاً ما طبعاً في منه نسخة مدفوع ولكن النسخة اللي هون موجودة هي النسخة المجانية أما بالنسبة للإكستنشن الثاني خلينا ننسى إلا واحد من أفضل إكستنشنات يلي مرأوا عليه صراحة يلي أي جهاز اليوم بنزل عليه كروم لازم أول شيء أن يفعل عليه هذا الإكستنشن يلي هو اسمه Great Suspender الفكرة الأساسية أنه إلا بتفتح 5000 تاب بالكروم الرامات بجهازك بيتوفوا بيروحوا بيموتوا خلص ما عادي جهاز بيموت هذا شغلته أنه ياخد ياخد التاب اللي بيشوفه مو أكتف لمدة معينة ويعمل له Suspend يعمل له Suspend يعني فضى محتوياته من الرام إذا بنجي هون على الإعدادات تابعه بلاحظ أنه أنا مثلا على سبيل المسال أنا أعين له مثلا أنه عمل لي Suspend لأي تاب أنا مالي فاتحه لمدة ساعة مسلا وهلأ اكتشفت أنه لازم خليها نصطعها وهي أفضل لو أنت أي تاب عمل له ما بيعمل له Suspend أبدا وهذا كلام وهذا شيء ممتاز جدا ما بيعمل Suspend لشي لا لا شي فيه فيديو على سبيل المسال أو فيه أوديو شغال على سبيل المسال ما بيعمل له Suspend أبدا فيك تحدد أنت هون شو الدومينات اللي ما بدك ياها ينعمل له Suspend فهذا من فعلا من 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 أكثر الاكستنشينات يلي أنصح بها هو بشدة وخصوصي للأشخاص يلي بيكون في عندهم كم كبير من التابات مفتوحة سوية فهذا بيخفف عبع على الجهاز بشكل كتير كبير ومننتقل للأكستنشن يلي بعده ويلي هو اسمه جاست ريد جاست ريد يمكن لازم فرجيكم بالضبط شو اللي بقصده فيه أحسن ما أشرح عنه كتير فلو رحنا مسلا سبيل المسال على موقع سين أن آآ خانا ندخل على واحد من الأخبار اللي موجودة هون يا رب يكون في عندهم دعايات موجودة هون لو أنا بيجي هلا على الاكستنشن يلي اسمه جاست ريد بحول لي المقالة كلاياتها بعملي منه كل الأشياء الجانبية بحيث أنه أنا خلص بحسن آآ اراها بشكل أنظف خلينا نقول اراها بشكل آآ ما ما يكون في شغلات يمين ويسار موجودة فيها حتى لو مسلا مسلا لهنفرض أنه هذا هو عنه إعلان وأنا شفته أنه هو ما نقام فأنا بكل بساطة ممكن اجي لهون وقول له املي هذا المكان اللي موجود هون خلص انا صار فيني اقرأها بشكل مريح جدا للعين اه طبعا بشكل اساسي هون فيك فيك تشير المقالة نفسها ما حدا تاني فيك تغير اللون تبعها فيك تخلي اللون اللي براها يصير اسود لكن انا في فضل نخلص خليها متل ما هي اخد الايرا المقالة اللي انا بدي اياها وخلص بامكاني بعدين سكرها وخلص امشي وهيك مننتقل لا الاكستنشن الخامس وانا قلت انه هنا خمسة اكستنشن مفاجئة فلي حضر الفيديو الاخير لح يسمع بالاكستنشن السادس تمام الاكستنشن الخامس واحد من كمان الاكستنشينات المميزة فانا مسلا لو انه بدي اراشي على الويكي بيديا مسلا اي انا موجود هون او خلينا مسلا ندخل نرجع نرجع على المثال تبع السين ان على سبيل المسال اه بايجراوند بيضة فازا بيجي انا بشغله بيقلب لي البايجراوند صودا وبيغير لي الكتاب كلياته فحتى لو الويب سايت ما فيو دارك وثيم بيقلب لي الويب سايت لدارك ثيم هذا كتير مفيد لو تكون عم تقرأ مقالة طويلة لو تكون يعني عم تقرأ شي وبدك تضلك مأكد بالشاشة بشكل كتير كبير هذا بيساعدك بشكل كبير جدا لانه عينك تضل مرتاحة فكمان هذا واحد من الاكستنشن زيديوك بس كنا عم بعمل على شي فورا بشغله تكون عم بقرأ شي طويل فورا بشغل هذا الاكستنشن كرمال اخي نقول العين تكون مرتاحة اكتر طبعا فيه كتير خلين نقول فيك تزيد فيك فيك تألف فيه فيك تلعب فيه بالطريقة اللي انت بتفضلها بالشي اللي بريح عينك اجمالا على هون برجع بنعمل له اوف بيرجع على السايت متل ما هو وما بيشتغل فيك انت تشغله وتلقائيان على كل باب سايتات او فيك انت ترجع تعمله تشغله او توفو بينها حينا واخر حسب انت شو محتاج واما بالنسبة الى الاكستنشن الاخير واللي هو بونس لانك حطرت الفيديو الاخير خلين نقول واللي هو واحد من الاكستنشينات كمان اللي بتعمل منج لكل الاكستنشينات شو يعني لما تشغل اكتر من اكتر من اكستنشن سوية الجهاز بنهاية حيبطأ او خلين قول كرم حتى حيزيد استهلاكه للرام فانا بالنسبة الي على سبيل المثال اوكي هلا دارك ريدر ما لي بيحاشته فبيمكاني اطفيه الجست ريت حاليا ما لي حاشته فبيمكاني اطفيه فخلص انا كل شي اكستنشن انا مالي عم باستخدمها حاليا بيمكاني بكل بساطة اطفيها ممكن يكون في عندي عشرين تلاتين اربعين اكستنشن كل ياتم عملون لستنج هوم بس ما عم يأسروا على اداء الكرم بحجزاته لانه بالنهاي انا بطيني اطفي الاكستنشن اللي بديه وشغل الاكستنشن اللي بديه بكل بساطة بكبست زر واحدة فهذا كمان واحد من الاكستنشنات المميزة جدا هذا كان فيديو اليوم اتمنى تكونوا استمتعتوا فيه واستفدتوا منو كاما معكم العمارة بقورة واكيد لا تنسى تدعم القناة باللايك والشير شوفكم بحلقة جديدة سلامات